مرض الظهري هل هذا المرض قابل للشفاء ولا لا؟ مرحلة الثالثة و هذه المرحلة الثالثة نعتبرها أخطر مرحلة لأن هذه المضاعفات التي يحدث فيها وبالتالي المريض يمكن أن يصاب بالمرض في عقله وبالتالي يمكن أن يصاب له نوع من أنواع الجنون أو يمكن أن يصاب بالمرض في النخاع الشوكي وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في المشي أو يمكن أن يصاب فيه الشرايين التاجية في القلب أو شريان الأورطة وبالتالي المريض معرض له أزمات قلبية وممكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة مهم جدا جدا أن نعرف أن مجرد أن المريض يتم تشخيصه مبكرا وأخذ العلاج المناسب هذا سيوقف مراحل زهري إذا مرض الزهري مرض قابل للشفاء وبالتالي أي مريض يتشخص بالتشخيص المبدئي الذي هو VDRL أو RBR ويطلع إيجابي يجب أن نفعل الاختبار التأكيدي الذي هو TBHA ولو تعمل TBHA ويطلع إيجابي إذن هذا المريض يعاني من الزهري إذن يحتاج علاج